اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في تعظيم متحصلات هيئة الأوقاف فضلا عن تدريب وتأهيل الآئمة وقد عرض الدكتور مختار جمعة متحصلات هيئة الأوقاف خلال الفترة المنقضية من العام المالي الحالي حيث حققت الهيئة صافي إرادات وأرباح بإجمالية حوالي مليار واربعمائة وتسعة وعشرين مليون جنيه وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة هيئة الأوقاف جهودها في تعظيم عوائد الوقف وحسن استثماره فضلا عن سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لصندوق الوقف الخيري وتعظيم عوائده وفيما يخص الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف وجه السيد الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة وبالنسبة لجهود إعداد جيل من الأئمة المفكرين وجه السيد الرئيس بالإسراع في بلورة البرامج التدريبية المتقدمة وانتقاء الأئمة الأكثر نبوغا لإعدادهم على أعلى مستوى علمي وفكري ومهني وذلك لتكوين جيل من المفكرين الدينيين وصانعي الرأي الديني الوسطي الرشيد والمستنير مع إعداد برامج في اللغات الأجنبية لصقل الأئمة الوافدين للخارج وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الأوقاف عرض تجربة الوزارة فيما يخص سقوك الأضاحي وسقوك الإطعام حيث وجه السيد الرئيس بدعم هذه المشروعات لتعظيم عوائدها الاجتماعية في خدمة المجتمع وتحقيق مقاصدها الشرعية كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمستشار عمر مروان وزير العدل الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الشهر العقاري على مستوى الجمهورية وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار النماذج الجديدة المتطورة لطلبات ومعاملات الشهر العقاري وكذلك التسهيلات المقررة في قانون رقم 9 لعام 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية في الشهر العقاري والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل وتقليل الإجراءات وكذا تنفيذ الأحكام دون إعادة الإجراءات من جديد إلى جانب وضع صقف زمني لمدة التسجيل فضلا عن إتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة وكذا إتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونياً وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تطوير آليات العمل بشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري وذلك نظراً لأهميته ولتعامله اليومي الكثيف مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية كما تم عرض مستجدات الموقف التنفيذي لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات حيث وجه السيد الرئيس بتخصيص قطعة أرد في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة كما عرض السيد وزير العدل موقف حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة ومواجهتها بالإجراءات القانونية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصياق باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية للتصدي الحاسم لأية تعديات على أملاك الدولة كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات الاجتماع تناول متابعة المشروعات الجارية والمستقبلية الخاصة بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية وقد استعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية خاصة في مجالات الصحة والإسكان والريء والكهرباء فضلا عن عرض التعاون المخطط مع وزارة التعليم العالي بالاستعانة بالخبرة الأمريكية العريقة في المجال الأكاديمي للبرمجيات وتطبيقات التكنولوجيا إلى جانب سير العمل في استصلاح الأراضي بالمرحلة الثانية في مشروع تشكا بمنطقة جنوب الوادي والتي تهدف إلى زيادة مساحات الأراضي الزراعية وذلك في إطار دور الجهاز في دعم جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة مشيرا في هذا الصدد إلى أن إجمالية المشروعات التي ينفذها الجهاز لصالح الدولة خلال العام الحالي بلغ 227 مشروعا بقيمة 100 مليار جنيها وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في كافة القطاعات الأساسية في الدولة بتنسيق مع الأجهزة الحكومية بما يساعد على تعزيز العوائد الاقتصادية من خلال حسن استغلال الموارد على مستوى الجمهورية إلى جانب تكوين مجتمعات زراعية وصناعية متنوعة فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة اشتركوا في القناة